أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرر العمل على تسوية أي معوقات قد تواجه المشروعات السياحية المتعثرة من خلال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء وخلال جولته بمدينة شرم الشيخ التي تفقد خلالها عددا من المنشآت الفندقية وأعمال تنفيذ محطات شحن الأوتوبيسات بالكهرباء وأعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ مرورا بمدينة السلام وميدان الصداقة وأعمال تطوير السوق القديمة ومنطقة الرويسات أكد رئيس الوزراء أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفاتح السيسي تبذل كل المساعي الممكنة بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية من أجل إخراج مؤتمر تغيير المناخ كوب 27 في صورة مبهرة للعالم بما يمكن من تنظيم المؤتمر على أعلى مستوى من الكفاءة وهو ما يتطلب تنسيق جهود كل الجهات المختلفة جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق ذلك